التوم الأطماء التي تتميز بنكاتها القوية ويستخدم في العديد من المأكلات والأطباق حول العالم كما يحمي العديد من الفوائد الصحية المتهجة حيث يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض والمساعدة أيضا في علاجها وذلك بسبب خصائص المضادة الأكسادة والمضادة التهابات بالإضافة إلى عدد كبير من المغديات وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على فوائد الصحية لتناول التوم النية وأذراره وآطاره الجانبية ومتى يمنع استخدامه كعلاج من أحد فوائد التوم النية الطيبية كونه مساعدا لعمل الجهاز الهضمي فيعمل التخلص من السموم بالجسم ويحفز إفراز العصارات الهضمية وقد أكدت الدراسات على أن تناول فاستون في قوم من الماء قبل النوم قد ساعد لعلاج التهابات المعدة والأمع بالإضافة إلى أنه طار جيد للتتاني المعوية وله تأثير مغادع للإسهال ويمكن أن يعالج مشاكل التهابات القرون بفاعلية يعتبر توم النية أحد البدائل الطبيعية لزيادة الرغبة لدى الرجال وذلك لأن التوم يحتوي على كمية كبيرة من العلاصر الطبيعية التي تقلل من التوتر العصبي المسبب لغلة الرغبة الجنسية كما أكدت نتائج الأبحاث أن تناول توم يساعد في تعزيز الخصوبة لدى الرجال وكذلك زيادة إنتاج الحيوانات الملوية إلى جانب إنتاج برمولتستوسيرون مما يزيد من خصوبة الرجال وفي الكثير من الحيان يسام في علاج العقمة الذي يصيب بعض الرجال يساعد في تقوية وتنشيط الجهاز الملع بالجسم حيث أن مركب الأليسين يساعد في الحفاظ على التوازن في الجهاز الملع وذكرت دراسة علمية أيضا أن التوم له خصائص قوية مضادة الفيروسات ومضادة للميكروبات ويمكن أن تساعد هذه الخصائص على محاربة مسببات أمراض البرد والسعال التي تكون مرتفعة خلال أفصل الشتاء ويتم تناول التوم بشكل أساسي كتوابل ويضاف إلى الأطعمة ولكن يستخدم أربعة في شكل مكملات خذائية لتعزيز المناع في علاج والوقاية من نزالات البرد والسعال له فعية ممتازة في حماية الجسم من خطر تعرض لأمراض ومشاكل أويات تموية حيث أن التوم يحتوي عن سبعالية من البروساكلاندرين وهو من الأنزمات الهامة التي تسهم في الحد من مشاكل التجرد وتكتل الصفائع الدموية يعتبر توم واحد من الإلاجات الفعالة لخفض ضغط الدم حيث يعمل تقليل التغط والتوتر ولو القدر على تقليل التقنصات التي تحدث بالشريين كما يعمل لإبطاء النبط وضبط ضربات القلب وتخفيف أعراض الدوخة وذيق التنفس إن ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يجعل كعرضة لإصابة بمرض السكري وضغط الدم والسمنة أيضا وغيرها من الأعراض المتزامنة مع ارتفاع مستوى السكر في الدم فإذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم عارك بتناول فاستوم قبل النوم وجد أن مركب الأنجيسي الموجود بالتوم يعمل رغمت مستوى الدم الثلاثية بالدم ويفزاهم من حركة الدم والكل سيرو في الأمع ومن المعروف أن ارتفاع مستوى الدم الثلاثية يؤدي إلى تريف الكبذة يتميز توم بخصائص مضادة للجراتيم والميكروبات لما يحافظ نصحة العينين كما يحتوي عن سبعالية من الكبريتة والذي تبت أنه يساعد للوقاية من ايتام أدسة العين خاصة مع التقدم في العمر والإصابة بمرض السكري التوم يعزي صحة الدماغ بسبب خصائص المضادة الأكسادة والمضادة التيابات والتوم غني بمضادات الأكسادة التي تساعد على منع الدرور تأكسد من الحدود في جسمك وقد تساعد خصائص المضادة الأكسادة في منع بعض الأمراض المعرفية مثل الخرف ومرض سهيمار إن تقدم في السن ونمط الحياة الغير الصحي يمكن أن يجعل العظام ضعيفة بما يعني زيادة احتمال تعرضك للكصور وشاشة العظام في وقت مبكر وسابق لأواني وقد وجدت إحدى دراسات أن التوم فعال ضد هشاشة العظام والتهاب المفصل وقد استكمل العلماء دراساتهم هذه على فئران المختبر ليجدوا أن زيادة التوم كان قادر على وقف ارتشاف العظام الناجم عن سئصال مبيضة وإي حال تحدث لدى النساء فقط وخلصت مجموعة أخرى من البحثين إلى أن تنائي الكبرذيذة الموجود في التوم يساعد لوقف مصحوفة الأنزمات المهنية وبالتالي يمنع تضرر العظام يعتبر التوم مميئا طبيعيا للدم لذلك لا ينبغي أن نسى الكمية كبيرة من التوم عدوية تسهيل الدم مثل الوارفارين والإسبرين وما إلى ذلك وذلك لأن التأثير المشارك لأدوية تسهيل الدم والتوم أمر خطير وقد يزيد من مخاطر النزيف الداخلي قد يتسبب تنويل التوم في إبطال أو تقليل فعالية بعض الأدوية الخاصة بالكبيرة لتأيض صحمن وعنون من المشاكل في الكبيرة ويستخدمون أدوية للكبيرة بعدم تنويل التوم كما أن تنويل كمية كبيرة منه قد يسبب الإصابة ببعض الآطار الجانبية حيث أن ذلك قد يسبب تلف الكبيرة ويؤدي إلى تسموم الكبير أيضا يعرف توب أنه من الأطعمة التاقيلة على الجهاز الهضمي فإذا كنت توعني من تهيج المعذة فمن الأفضل عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على التوم وتعتبر هذه الحالة من أهم الحالات التي يجب توخي الحضر فيها تناول التوم على معذة فارغة يمكن أن يسبب الإسهال حيث يحتوي على مركبات مكونة للغازات مثل كبريتا والتي تلعب دورا مهمة في تسبب في الإسهال كما يحتوي التوم على مركبات معينة يمكن أن تسبب ارتجاع المريء إذا كنت من أصحاب الضغط الطبيعي أو من من يميل الضغط الذين إلى الانخفاض فعليك بتجنب تناول التوم لأنه قد يسبب لك بعض المضعفات الصحية كالخفاض الشديد في ضغط الدم تناول كثير من التوم بالنسبة للمرأة الحاملة قد يتسبب في الإشغاظ أو الولادة المبكرة للجنين لذلك يجب أن تحرص مرأة الحاملة على عدم إصراف تناول التوم كما أن تناول التوم أثناء الرضاعة الطبيعية غير مفيدة حيث أنه قد يسبب مشاكل التفنة مثل آلام ومشاكل في المعذة إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية التي تستوجب تناول أدوية معينة بانتظام فعليك بالإمتناء تناول التوم حتى تستشعر طبيبك المعالج فربما يكون عدم تناوله ضرورة طبيعية أكدت العديد من الإبحاث والدراسات أن تناول التوم بشكل منتظم يؤثر عن قلول العصب ويؤيج للا ينصح بتناوله ما الحليب أو الزبدي حتى لا تؤثر حرقة على أنسجة معدة مارض القلون من أترار التوم أيضا أنه قد يتسبب في حالة من فقدان الشهية حيث أن التوم من الأطعمة القوية في الطعم لذا ينصح بالابتعاد عنه بنسبة الأشخاص الذين يعانون من النحف والذين يريدون زيادة أوزانهم يحتوي التوم على مجموعة متنوعة من المركبة الكبريت والتي غالبا ما تنسب إليها فوائد صحية عديدة ومع ذلك هذه المركبات قد تسبب رائحة الفم الكريهة خاصة عند تناولها بكمية كبيرة وهذا ينتبع بالشكل الخاص على التوم النية حيث أن الطهي يقل من محتوى مركبات الكبريت على الرغم من فوائد الثوم إلا أن التلامس مع الثوم لفترة طويلة قد يسبب تهيجا للبشرة فقد ذكرت إحدى الدراسات أن الإنزيم الموجود في الثوم والذي يطلق عليه الليين يمكن أن يكون سببا للتهيج ويمكن أن تكون الأجزيمة أيضا أحد الشروط المصاحبة لهذه الحساسية الثوم إذا تم تناوله في شكله الخام قد يسبب الصداع أيضا لا يسبب صداعا في الحال ولكن يمكن أن يؤدي كثرة تناوله إلي ذلك وفقا للدراسات المختلفة قد يؤدي تناول الثوم النيئ إلى تحفيز العصب الثلاثي التوائم لإطلاق الببتدات العصبية التي تذهب إلى غشاء الدماغ وتسبب الصداع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر